موسيقى السلام عليكم طلاب السادس الأدبي إن شاء الله اليوم الدرس الأخير بالغاية الدرس الأخير بالغاية والدرس اللي يجي إن شاء الله نبدأ بالاستمرارية الدرس اليوم مهم كلش وبصراحة يجي بالوزارة هاي النوعية من الأسئلة فرايدكم تنتبهون وياي وتركزون وقبل هذا كله أنا رايدكم تجون بالسراء بالمحاضرات يعني إذا ما فهمت المحاضرة اللي قبل هاي لا تجي لهاي حاول بيها أفهمها سجلها يمك بعدين تعال لهذا الدرس راح تحس هذا الدرس سهل لأن أكيد المعلومات مترابطة وهكذا بالنسبة لبقية المحاضرات أبد لا تجي على محاضرة من النص تبدي حتى من طولوا ياكم اليوم عدنا ملاحظة راح أنحل عليها بعض الأسئلة الملاحظة شو تقول؟ تقول إذا ذكره في السؤال يعني إذا قال لي بالسؤال أن الغاية موجودة أن الغاية موجودة أو بعبارة أخرى أو للدالة غاية الدالة عندها غاية أو الغاية موجودة إذا تلاحظون نفس التعبير أو عفوا نفس المعنى بتعبير مختلف الغاية موجودة أو للدالة غاية إحتمال الغاية يكتب لك إياها بالإنجليزي يعني شون يكتب لك إياها؟ يقول لك عادي تقول اللمت موجود نفس الحاجة فهمنا شو راح نسوي إذا قال لنا بالسؤال الغاية موجودة؟ قال فإن إي شنو؟ فإن L1 يساوي L2 أعتبر ذنة متساويات هي من L1؟ L1 هي غاية اليمين يعني غاية الدالة من اليمين و L2 هي غاية اليسار إذا L1 هي غاية اليمين و L2 هي غاية اليسار إذا قال لي بالسؤال أن الغاية موجودة و شوية خليلي خمس خطوط تحت هاي تمام؟ الغاية موجودة فإن L1 تساوي L2 بس واحد يقول ترى هي ما يحتاج لها هذا التأكيد لأن أكيد قلت له شون بالله أكيد؟ قال لي فرضا فرضا يجي تاني حليت السؤال و لقيت L1 تساوي L2 أنا مو راح أقول لك الغاية موجودة؟ قلت لك بلي أنت راح تقول لي للدالة غاية أو الغاية موجودة؟ قال خلص هسا أنت تجيب ليها بالعكس يعني أنت هسا تقول لي الغاية موجودة؟ أنا دا استنتج أنه L1 يساوي L2 حفي عليك إذا واضحة خلونا نروح للمثال و راح تتضح أكثر زين المثال الأول المثال الأول اللي هو من أمثلة الكتاب ش دا يقول؟ دا يقول يابا لتكن هاي دالة قلت لها واضحة واضحة دالة اسمها FX شاطرية قلت لها مواضحة هاي X تربيع زايد 2 والشاطر الثاني 2X زايد A قلت لها بس قبل لا تحكي ممكن أروح أسوي شغلة وأرجع قال لي شو تريد تسوي؟ قلت لها بس أروح أحدد منه الأكبر ومنه الأصغر منه اليمين ومنه اليسار على مود بعدين نطلع قبل يعني زين قال لي روح أحدد ماكو مشكلة زين طلاب منه الأكبر هنا؟ أريدكم أنتو تقولون تقولون من بينها هاي شون بالله؟ تقولون مو حتشيناها بالدرس الفات طبعا إحنا حتشيناها بس هانذا أكرر حتى شنو تفهمونها أكثر ولو ماكو داعي للتكرار هاي X هاي الفتحة صايرة عليها يعني X أكبر من منه من أي إذن هذه هي الأكبر هذه هي الأكبر الأكبر يعني يمين غاية اليمين تنحسب هنا خاف أقول لك غاية اليمين تقول لي هاي غاية اليمين زين وهاي تقول لي هاي هو ما دام هاي الأكبر هاي الأصغر باوع الأكس أصغر الأصغر صايرة هي الفتحة صايرة منك أصغر من منه من الواحد يعني هاي اليسار هسا خلو نروح نكمل تقول لي ماشي يا الله ها ننطلب فإيش قال لي؟ قال لي وأن وأن يعني شنو الموتة أف اكس يعني الغاية مالة الدالة 그렇게oke لي ههاا هاي بالانجليزي قال من نظبوط طلاب a مني يقول لك غاية الدالة او يقول لك لمت الدالة نفس الشي موت خربطون خليكمل شبيه لمت الدالة قال موجودة قبل قلت هاي هي هاي ملاحظتنا مالتي اليوم لحظة قلت له هاي هي هاي هي هاي هي بما ان راح ابدي اقول لها بما ان الغاية موجودة ما دام الغاية موجودة مثل ما تقول انت اذا الوان يساوي الوان هو منه الوان هي غاية اليمين زين مني الو الو هي غاية اليسار دروحوا جيبونا غاية اليمين تساوي غاية اليسار تقول انصار وتدلل زين غاية اليمين يعني لمت لمت اليمين اليمين منه هاي حددناها من البداية لمت اليمين هاي نزلتها للدالة نيني اكز زاد اي عندما اكس يقترب من الواحد يساوي غاية اليسار يعني المت مال منه مال اليسار اليسار منه اليسار الفوق اكس تربيع زائد منه زائد اثنين اذا غاية اليمين تساوي غاية اليسار هسا اتوقع ما عدكم مشكلة بس واحد قال اقول لك شو حتى ما نعرف انت شرايد حتى نروح نلقاه قلت لكم انا رايد قيمتي لأي تقول هاي هي هاي هي احنا راح نلقا لك زين طلاف هسا شو نسوي اتقولون اكيد نوزع المت المت انطي للاثنين اكس عندما اكس يقترب من الواحد و انطي لمت المن للأي عندما اكس يقترب من الواحد نفس القضية اكررها نام لمت للأكس تربيع عندما اكس يقترب من الواحد زائد تنزل لمت للاثنين عندما اكس تقترب من الواحد واحد يقول لي ضروري نوزع المت اقول له ضروري نعم حتى ما تغلط لا تستهين بهذه الخطوة ماشي راح نوزع المت وزعناها سنبدأ نعوض بمكان الاكس اعوض واحد فيصير اثنين في واحد زائد هذا الاي هو رقم ولمت العدد العدد نفسه فراح ينزل الاي يساوي هنا اعوض راح يصير واحد تربية زائد هنا ما اقدر اعوض لمت العدد العدد نفسه تمام حتى نكمل هاي عدنا اثنين في واحد اثنين زائد الاي يساوي واحد تربية هو واحد زائد الاثنين ويساوي اثنين زائد اي ينزلون منها نزلت اليساوي واحد زائد اثنين الثلاثة هسا تقولوا لهاي معادلة من الدرجة الاولة وحيشيناها بالفصل الاول بالفصل الاول حيشينا وقلنا هاي تذكير فقط اي معادلة من الدرجة الأولى تحل بالعزل إذن هاي الاثنين أوديها منهاك وراح يصير هذا أي وهاي تساوي ثلاثة تنزل الاثنين يجدتي منها اش صارت صارت سالب اثنين يروبالك هاي الاثنين حولها منها زين إذن الاي يساوي ثلاثة ناقص اثنين واحد هاي طلعنا قيمة منه قيمة الاي وأنهينا حل المثال هذا والروح المثال آخر اللي هو السؤال رقم سبعة من أسئلة التمارين هم قايل لي لتكن اف اكس دالة شطرية الشطر الفوق اي زائد اثنين اكس الشطر الجوة لا ثلاثة ناقصة كاستربية وتلالة تكمل خلي اروح احدد منه الاكبر ومنه الاصغار ها طلاب طلابنا اكيد انتوا هستصر تفول فهس هاي شني الاكبر الاكبر ليش لان اكس الفتحة صايرة عليها الاكبر تمام اذا هذي يمين اللي هي الاكبر وهذي يسار اكيد الي يسار يعني هاي الاصغر زيد هسه طالب يسأل يقول لي اقول لك انا من ذي ش المحاضرة ردي تسأل هذا السؤال ونسيت تلك شنو خير الحد الفاصل دائما متساوي اقول لهو ش اسمه هذا تقول حد فاصل يعني حد واحد فالشي اكيد متساوي فخلي ببالك هذا حد فاصل واحد جيد زيد حددنا اليمين واليسار قال لي وكانت لمت اي اف اكس موجودة قلت له هاي ملاحظتنا مالتي اليوم الغاية موجودة جد قيمة اي ينتمي الى ار قلت له هاي بسيطة فاني راح ابدي منا اقول لها بما ان الليمت موجود هسه طالب يسألي يقول لي شو كل سؤال تغير انت قلت لك عيني ماكو فرق اكتب بالعربي او بالانجليزي هسه انا كتبتها بالانجليزي بما ان الليمت موجود هاي موجودة يعني الغاية موجودة اذن اذن L1 تساوي لL2 زيد L1 مني طلاب اتقولون L1 غاية اليمين و L2 اتقولون لغاية اليسار غاية اليمين تساوي غاية اليسار دروحوا جيبوا لي يلا اتقولون صاروا تدلل هاي غاية عندما X يقترب من سالب واحد تمام غاية اليمين اللي هي الجوة 3 ناقص X تربية هاي غاية اليمين تساوي غاية اليسار غاية اليسار لمت يقترب من سالب واحد اليسار الفوق اللي هي اي زائد 2 X وكالعادة نوزع الليمت للحدود حتى نقدر X يقترب من سالب واحد هسا هسا روح عوض وما حد يقول لك ليش هسا انت بالسليم ماشي طبعا لمت العدد العدد نفسه ما اقدر اعوض بمكانه ناقص اهنا عوض افتح قوس سالب واحد تربية تمام زائد ويساوي لمت العدد تقول العدد نفسه هاي اي الاي عدد فاني ما اقدر اعوض بمكانها هو اصلا اني رائده شون اعوض بمكانها فنزلت زاد هنا اثنين اعوض بمكان هاي ال X بسالب واحد ويساوي هاي ثلاثة سالب ينزل سالب واحد تربية واحد ويساوي هاي اي موجب بالسالب سالب اثنين في واحد اثنين تمام ثلاثة ناقص واحد اثنين ويساوي اي ناقص اثنين هسا تقولول لي هسا عدنا معادلة من الدرجة الاولى تقول لك هاي هي وروح اعزل تقول اوكي انا راح اجيب السالب اثنين هنا فهاي اثنين هاي السالب اثنين لما انتيجي منها شا تصير تصير موجب مناك شبقى انه بقان الاي يعني اثنين زاد اثنين اربعة يساوي لي منه يساوي الاي زين اذا اربعة يساوي الاي يعني الاي يشك تقول لي هو نفسه الاي اربعة وانهي هنا حل السؤال بس واحد قال بس عندي سؤال هنا قلت لك خير تفضل شا تريد تسأل قال لي يقول لك هاي السالب اثنين ليش ما وديت الاثنين مناك وجبت لأي منها قلت لك عيني لما نشوف المجهول موجب لا تحوله من مكانه لان اذا حولت منه راح يصير سالب فانت لما نشوف المجهول موجب بقي بمكانه حول الرقم منه تمام حتى ما تغلط على مودك زين حس نسأل اوعدنا سؤال اخر هذا المثال من امثلة الكتاب حس واحد يقول لك شو انت مثال تمرين مثال تمرين انا دعا احل لك بالتدريج حتى تفهمهم مايرهم اجي احل لك مثال صعوب ارجع التمرين لا سهل لا احل لك بالتدريج شوية شوية نصعد وكله سهل ان شاء الله زين قال لي لتكن اف اكس الدالة لماشي قال هاي الشطر الفوق وهذا الشطر الجو قلت له دالة شطريا بينها شوفها قال لي وكانت قلت له لحظة قبل ان تقول المعلومات خل روح اكتب اليمين واليسار وارجع لك اجيت وين الفتحة الاكبر على اكس هاي الفتحة الاكبر على اكس تمام اذا هاي الاكبر هاي الاكبر هاي اليمين اكيد هاي الاصغر هاي اليسار تمام زين كمل قلت له قال وكانت اللمت مال الدالة موجودة لقد قلت له حلوو بس قلت له هاي معلومة واحدة مدفيدنا قال ليش؟ قلت لهذا المرة أنت منطيني مجولين واحد اي واحد بي قال لي صحيحا اريد منك الاي و البي جاء علي عيني! تريد مني اي وابي تمطيني معلومات اثنين يعني شون؟ يعني هس انا امطيك مثلا خلينا قول 18 دينار اقول لك روح جيبلي قلمين قلم ابو ال500 انت تروح جيبلي قلمين يصير أطلب منك تروح تجيب لي قلميا أبو الخمسمية وأمطيك بس خمسمية دينار تقولي لا ما يصير إذن لازم أنطيك فلوس على قد الحاجة اللي أريدها فهسه هو لما انطلب من عندي مجهوليا واحد اسمه أي والثاني اسمه بي المفروض ينطيني معلومات اثنين وهو الرجل يعني منطيني معلومات اثنين هاي معلومة قائل الليمت موجود حلو هاي يطلع لي مجهول واحد وهاي المعلومة الثانية قائل الليمت مال الدالة عندما يكس يقترب من سالة واحد يساوي خمسة إذن المعلومات الاثنين جاهزة إحنا ليش زعلانين يلا يا با نزل لنا هاي المعلومة واحد قال ليش ما ننزل ليش بالبداية قلت له هاي مال الليمت موجود عوفها للأخير حلو هاي نتسلى بيها فنزل لنا هاي إذن راح أجيب وقول لها يا با انت ناطيني هاي المعلومة خوش خوش هاي المعلومة هو ناطينيها زيان هاي المعلومة ع cyclicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalicalical لو هاي عوضها هنا تقولون مو بكيف نه انت القيمة مالتك لإكس يقترب من السالب واحد السالب واحد هذا صاير بالجزء الأصغر لو بالجزء الأكبر السالب واحد صاير بالجزء الأقل الأصغر يعني الأصغر من واحد كان خلاص يها عيني دروح جيب هاي الدالة وخليها مكانة فاش راح نسوي طلاب راح نزل الليمت لإكس يقترب من السالب واحد أشيل الدالة لإف إكس وأجيب بمكانها بي ناقص اثنين إكس وأسد القوس يساوي منه خمسة هاي نزلت بمكانها هسا ايدي قولي هسا أوزع الليمت فنوزع الليمت مرة للبي عندما إكس يقترب من السالب واحد ناقص مرة أنطيع للإثنين إكس عندما إكس يقترب من السالب واحد شي ساوي إنا يساوي إنا خمسة هسا شنسوي طلاب تقولون نعوض إحنا لما نوزع الليمت بعد لا تسألنا شنسوي يالله ماشي عوضوا لمت العدد ينزل نفسه لأن هذا بي عدد وان يرى إذا ألقاه ناقص هاي اثنين تنزل بمكان الإكس أجياء عوض سالب واحد فأخلي سالب واحد بمكان الإكس يساوي لمنه ساوي إنا خمسة البي تنزل السالب في السالب موجب اثنين في واحد اثنين شي ساوي إنا يساوي إنا خمسة معادلة من يا درجة من الدرجة precipitاء زين هسا طالب يقول والله أنا معرف درجة أولى ودرجة ثانية عيني درجة أولى يعني الأس واحد درجة ثانية يعني الأس تربيع درجة ثالثة يعني الأس تكعيب وهكذا تبقى تقيس عادية زين هاي ما دام من الدرجة الأولى البي ينزل الاثنين راح أنقلها منك راح تصير خمسة ناقص اثنين يعني البي تساوي ثلاثة هس احنا لقيمة منه قيمة البي ارجع اروح اجيب المعلومة الثانية قلت له هس وبما ان الغاية موجودة اذن الوين تساوي الو الوين هي غاية اليمين و الو هي غاية اليسار تمام غاية اليمين عندما اكس يقترب من منه هو وين قال لي موجودة يم الواحد سواحد يقولاني جيتا خربطوا يا هاي هاي عوفك من عدها هاي اصلا صايرة بالجزء الاقل هاي جماعة الواحد ساون الحد الفاصل اليمين واليسار زين غاية اليمين غاية اليمين وينها وينها هاي الفوق اكس تربيع زاد اي لان هي بالاكبر اذا غاية الاكس تربيع زاد اي تساوي غاية اليسار اليسار هاي اللي هي مني بي ناقص اثنين اكس عندما اكس يقترب من واحد عندما اكس يقترب من واحد توقع الباقي سهل فعلا سهل فقط اوزع الليميت واعوض limit X تربيع عندما X يقترب من الواحد وانطي limit بعد المان للأي عندما X يقترب من الواحد يساوي limit المان للB عندما X يقترب من الواحد ناقص limit المان للاثنين X عندما X يقترب من الواحد والباقي تعويض طلاب هنا هعوض بمكان X واحد واربعة زاد A تنزل لأن عدد واني رايدة هنا تقول لي أقول لك البيحن مولي قينا قيمتها قلت لك بل يجيبها إذن ثلاثة ناقص هنا أعوض اثنين في هذا الـ X اللي هو شقد واحد زاد A منا ثلاثة تقول لي قبل لا تطرح الاثلاثة خلي أضرب اثنين في واحد اثنين ثلاثة ناقص اثنين واحد إذن معادلة هم من الدرجة الأولى نعزل الـ A أبقيها بمكانها أنقل هذا الواحد منك راح يصير واحد ناقص واحد إذن الـ A يساوي لي صفور وبهالشكل حل لنا السؤال وانحل سؤال آخر وأخير على هذا الموضوع زين المثال هاذا شدي يقول يقول يابا عدكم دالة شطرية قلت له قال هذا الشطر الأول وهذا الشطر الثاني قلت له ماشي قبل لا تكمل خلي أحدد اليمين واليسار هاي الأكبر هاي الفتحة صايرة علي X أكبر إذن هاذي أكبر يمين على إذن اليمين وهذه أصغر يسار تمام تقولون هاي الدالة صايرة بالجزء الأقل من 3 بالضبط وهاي الدالة صايرة بالجزء الأكبر من 3 قلت له بالضبط عندنا منطقتين وحدة أكبر من 3 وحدة أقل من 3 زين قال لي وكانت الليمت موجودة قلت له عمي هاي معلومة حلوة تفيدني هاي تطلع لي فدمجهول لول أي لول بي بعد نطيني معلومة قال لي وهاي هم منطيك ياها هدية من عندي إليك قلت له خلي أبذي بالهدية لعد هسه هو شنا طيني قال لي F في الجذرة 2 تساوي خمسة هاي المعلومة نزلتها هاي طالبي يقول هاي شا استفاد منها ولا ترعب تسألها السؤال هذا هاي مني هاي قال هاي F F مني قال F الدالة وهاي مني هاي قال هاي F X يعني هاي الـ X يزيني يعني دروح عوض بالدالة بـ X قال لي أنا أنا أعرف راح أعوض بـ X قال أنا تعرف شنو اللي تخربطني وطلع أي شنو اللي تخربطك بله قال لي أنا أنت عندك دوال 2 أنا داع تخربط لو دالة وحدة شنو راح أعوضت وأنا مغمض لها بسيطة هذا الرقم مالك شوفه تابع للجزء الأقل من 3 لو للجزء الأكبر من 3 قال لي هو هذا جذر 2 بس ثاني خربطه بجذر 2 نشقد قيمته هاي جذر 2 طلاب قيمتها 1.4 يعني أقل من الـ 2 أنتو تعرفون دائما الجذر يكون أقل من الـ 2 يعني أقل من هذا يعني تخيلوا ياهي يحسلوا أسئلك مثلا جذر المية شكت؟ تقول لي جذر المية 10 يا أخي ذا جذر المية 10 يعني جذر الـ 2 أكيد تنزل أقل صحيح لولا هااا تقول لي هيت شيء طبعا هي شغلة تقريبية تقول لي مبينة مبينة أوكي يقل من الـ 3 يلا خلينا رحينا نعاوض بهاي العد ايا عيني رحينا عاوض بهاي الدالة يلا ماشي مو كان لأي أكسش أعاوض جذر 2 تربيع تمام ناقص منه الـ B شي ساوينا يساوينا الخمسة الموجودة دير باله ماشي التربيع يروحوا يا الجذر يبقىنا منه 2 ناقص الـ B شي ساوي إنا ساوي إنا الخمسة زين المجهول سالب لو موجب تقول لي سالب أقول لك إذا كان المجهول سالب يحول هو على مودك حتى ما تغلط هاي الاثنية نعوفه بمكانها جيب الخمسة مننا تصير ناقص خمسة السالب بي أنقلها منناك حتصير موجب بي حتصير موجب بي زين اثنية ناقص خمسة سالب ثلاثة يساوي بي أي يعني البي شي ساوي إنا البي يساوي سالب ثلاثة هو هذا قيمة بي زين هس طلاب طلعنا احنا البي سالب ثلاثة هس نروح نطلع الي يتقول لي اكيد راح نستفاد من المعلومة الثانية بالضبط هم منطيني معلومت يا انا حددت هنا من البداية معلومة استخدمتها والمعلومة الثانية هس راح استخدمها وراح اجي يقول لي يا باب بما ان الغاية موجودة ايه قال اذا الوان يساوي لنا الو تجيب لالوان و لالو قالت تدلل لالوان غاية اليمين قال اليمين هاي الفوق قلت له اوكي ادي اجيبها يلا فراح اجي اثلاثة اكز زاد عندما اكز يقترب من اثلاثة هاي الاثلاثة لان هو قال لي موجودة هنا انا هس ادا استخدم هاي المعلومة تمام ويساوي غاية اليسار اليسار الجوة اللي هي مني اكز تربيع ناقص بي اكز تربيع ناقص بي عندما اكز يقترب من اثلاثة شباب هاي استخدمناها بعد مو ترجعي لها اخي تولي بعدها يراحة زيني يالله كم تقول لي هاي هي وزع الليمت وزعت لك الليمت هاي limit للثلاثة X عندما X يقترب من ثلاثة زاد limit لل A عندما X يقترب من ثلاثة ويساوي limit لل X تربيع عندما X يقترب من ثلاثة ناقص limit لل B عندما X يقترب من ثلاثة تمام؟ زي نعوض نقول أوكي ثلاثة عوض هاي هنا صيدة ثلاثة ثلاثة وزاد هنا تقول هاي لأي نزلها يساوي هنا عوض هتصير ثلاثة تربيع ناقص ال B إذا تقول لأي هاياتها سالب ثلاثة أجي أشير ال B وأخلي سالب ثلاثة وهس تقول لي هاي هاي تسعة حلو هاي أي جيد هاي تسعة ثلاثة تربيع يعني ثلاثة في ثلاثة ناقص في الناقص حيصيرون موجب ثلاثة هاي تسعة زائد أي يساوي اثمعش معادلة من الدرجة الأولى اذا قل لي انحلها بالعزيل يعني التسعة حننقلها من ناقص راح تصير أي تساوي اثمعش ناقص تسعة إذن الأي تساوي ثلاثة أيضا هالشكل هذا؟ أنهينا حل السؤال وأنهينا موضوع الغاية هسا واحد يقول لي يعني بعد ما تجينا غاية أقول لك دير بالك تروح تضبط لياها ضبطة زينة حتى بالدرس اللي يجي نبدي بالاستمرارية والاستمرارية تعتمد على الغاية فإذا تريد تضبط الاستمرارية أريدك بعد بالغاية فول أنت تمام؟ شغلة أخرى طلاب ياريت تنشرون القناة وتنطون لايك للفيديو وتعلقون إذا أكو إشكاليات بالتصوير بالشرح مواضح فد شي ما افتهمتوه ممكن اتعلقون وأكون شاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا